تستكمل المحكمة العسكرية في لبنان متابعة قضية إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لقتل نواب ورجال دين فبعد محاكمة المجرم مشيل اسميح عقدت جلسة جديدة لمحاكمة شريكه في القضية رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وكما كان متوقعا لم يمث المملوك أمام هيئة المحكمة العسكرية وقد أعلن رئيس المحكمة العميد الركن خليل إبراهيم أن مذكرة إبلاغ المتهم موعد الجلسة عادت من دون تنفيذ بسبب توقف بريد لبنفوست عن دخول سوريا وقرر رئيس المحكمة إعادة إبلاغ المملوك مجددا وتأجيل المحاكمة إلى التاسع من كانون الأول المقبل وكانت محكمة تمييز العسكرية قد حكمت برئاسة القاد طاني لطوف بأعدام اسميحه وخفضت العقوبة إلى الأشغال الشاقة 13 عاما وتجريده من حقوقه المدنية